أنا كالتماوي أنا كالتماوي ما يقدر مثلاً يتكلم مع نفسها داخلياً في حل وأنت تعلمي إذا أنا أنه يطرح المشكلة اللي سبابها تراكماتها مشكلة تشغل ذهنه وتعكر صرفه مزاجه يفكر فيها دائم ويأجي لها مثلاً قبل شو يوم تقول إن شاهد الأفلام الهروب منها خلط هل هي صحيحة الطريقة اللي بعلمك ياه ولا لا وأنت خير من أن يعلم أطرح المشكلة في ورقة وقلم بيك وبين نفسك أبحث لها عن حل قسها على نفسك هل هي تستحق أنك مثلاً أتأجل وقتك أو أنك تزعل في وقتها أو أجلها لن يجي وقتها وازع يعني واجه مشكلتك واجهها ثرق القلم أطرحها هذا حل بديل بعد أنك تسول مع نفسك كلامك سليم وعلمتها معطوني تحيي له الله يطور الله مواجهة أنا ليش أقول أن أهرب الهروب حش يسكن النفس لكن مصير أنك ترجع للمواجه إيه ذكرت لكم آية ألف لمي ما حسب الناس يتركوا يقولوا أمنوا ولا يفتنون الحياة فيها مكدة فيها مشقة لازم أواجه لأنه مهما خففوا عليك الناس لابد أن يواجه هذا المشكل لازم أعرف فلان توفى أبوي صدك ترى يعني لازم تقول له ترى توفى يعني واقع لا تقول له إن شاء الله المواساة في مكان والمواجهة مكان لكن في البداية لابد من المواساة أهرب إليه تخفف عليه الوضع ثم أعطيه المشكلة بالحل المشاكل على طول أي مشكلة واتقاذ قرار بأعطيكم تمرين عليه اتخاذ القرار على طول واجدك مشكلة تخصر تخصده أسافر ما أسافر أروح ما أروح على طول لا تسأل الناس هنا الاشتشارة الذاتية أكتب السلبيات بأسير لك إذا وإذا درست بره ترى يمكن بفقدها لي كل أعطيه أسافر ذي أو لا وكتب الإيجابيات انطقت الإيجابيات على السلبيات فأهلا وانطقت السلبيات على الفيديات فتوقف أحسنت بيضا الله أعجيك سؤالك على أطرح المشكلة في ورقة وتحلها أنا من أعلي إذا أجتي مشكلة وواجهت أي شيء أسال أمسك خط هروب هروب ما هروب منها أي شيء ريح نفسك ممتاز وهذه ترى يشوف هذه من الفطنة لكن الأساس أنه ترجع لأنها ترجع لك شف سيلي تروح تلف من المخرج وترجع لك الجلوس مع نفسي بكثرة لها مشكلة؟ بكثرتها تسبب انطوائية لانطوائية كيف؟ يعني في ناس يقولك طبعا أنا اجتماع أمس أمس يكلمني واحد أنا شوف اجتماعي ومتحدث وملقي قلت له قاعد أمزح معاه قلت له لأنه تقريبا عمر 15 فسوى كذا شكل كان عندنا تمرين فسوى شكل بريش كنا بردقة تعرف بردقة في كراش قال سادة أنا ماعرف شمانة بردقة قلت سوني ما تعرف سوني؟ قال لا ماعرف شمانة سوني يعرفها بس ماعمره لعب فيه أبوه حارم بي سي مافي بي سي قال ماعليه سادة أنا ماكتئب قلت دقيقة ماعنى كتئاب أول شيء فعرفت أن أبوه حابسة دورات دكاء مدري إيش والولد متفلت ما شاء الله تبارك الله لكن بعيد زي مايقول لك ذكي حياة غبي دراسة وهذا المشكلة اللي قاعدة نواجه كثير مع المراهقين ها هالهروب مشكلة أو حل الهروب مؤقتة مهم جداً يا الهروب مسكن لازم مسكن لكن هل تستمر طول حياتك على المسكن؟ عجبني التعبير لأن المسكن ما راح لازم علاج لازم أنتبيوتك لازم مضاد حيوي لازم أغير لازم أحارب البكتيريا الموجودة أسلم ما لازم نستفيد من الهروب؟ من الهروب؟ الهروب مؤقت يواسي الصدر يواسي القلب مؤقت يعتمد على الشخص على حسب أنه شهر شهرين يوم يومين ثم نواجه بالمشكلة إذا؟ إذا بغا تخطى تخطى تتخطى التخطى التخطى ما يكون في يوم وليلة مستحيل أنك صارت لك مشكلة و تقول له والله اليوم عادي جداً تتكلم عن نفسك مواجهة 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 بس التخطى لا بد أن يأخذ مدة ممتاز الصدمات تأخذ فترة لما تخرج مع الأنسان زي اللي مثلاً توفى لأحد أقاربه بعد فترة سواء أخذها من دورة ولا مدورة تلاقي بعد سنة سنتين أخف وط هل يزي أول ما جاته؟ لا خلاص تخطى ليه؟ ظروف الحياة هل ممكن لها وط الحياة يعني تقريباً من لها فترة يعني وتتجاوز الموقف؟ تعتمد تعتمد على حسب بيئتك تعتمد على ذاتك أنت تنكسر؟ يا سلام أهلاً بالمشاكل اللي قاعد تدخل فيه واجيس ونقتب تدخل عليك لكن تواجه وتغير من ذاتك واللي حولك ليش الناس توقف معاك ويوم العزة لا سمح الله المواسا فقرة موقعتها فقرة موقعتها بعدين تروح تغالي المشكلة بس أنا عندي نقطة بعد إذنك الغروب ليس بحل ولكن ولكن أحياناً فيه ناس يبدأ مثلاً يكون فيه مشاكل حلها موب عنده مثلاً ويقعد إيش يحاول ويلوم نفسه وجلد الذات وجلد الذات وإلي أن يؤثر هذا عليه بشكل سلبي يعني أحياناً أنت اللي تقدر تقدمه قدمه اللي موب بيدك مثلاً أحياناً يكون فيه مشاكل مثلاً يقعد يقول يا أخي هذا وش حله والحل موب عنده هو غير قادر ولا هب عنده فيقعد يلوم نفسه هذاك ممكن يتحسن وهذا ممكن يحسن يطيح في بؤرة اكتئاب ومشاكل عشان كذا زي سؤالك من اللي سألني قبل شوي على أنه أنا أؤمن بقدراتي أنا شمؤمن أنا عندي قدرات أمؤمن فيها بعدها أنا شوف لان يا أخي ما شاء الله تبارك الله يا أخي شاعر سألتني اسبيع هذا السؤال سألتني أنه أنه شخص في المقارنات لا تبدأ لو كنت أريد أن أبدأ بالمقارنات أول من أتهم نفسي كل الناس ما شاء الله متفوقين هذا ما شاء الله ليش هذا عند التجارة و أنا ما عندي ليش حلوة يسمونها المحاكاة خلاص وليس التقليد لأنه يمكن أن تقعد قدرة مالية تعرف أنك تتصرف وفي ناس ما عنده لكن المحاكاة كيف شراكة ما شويت هذه المحاكاة أني أسوي زيه أستفع أم أنك تقلده واستحاله هذا الله سبحان الله خلق لكل واحد خريطة مستحيل أنك تطب في خريطة الشخص مستحيل أنك تطب في خريطة الشخص ماذا؟ 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 أن فلان ممكن أعلى مني مو هذي ترجع للكلام اللي قلتكم عليه أنه إيش؟ المر نتيجة خلواته لماذا أقول أنا؟ أنا كويس وأنا بإذن الله بتحسن لأنه نفس الحديث اللي قاعد تقول أنت من أول لأنك أنا سلبي 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 وأنا ما هو يتراكم ويضر عليك أبقف الأسئلة طائقة ما بسؤال قاف الله بس المقارنة بالأشخاص هو الله سبحانه وتعالى خلق في كل إنسان ميزة وقدرة ونقطة قوة ابحث عنها ثم أتقن استخدامها لا تعاين فلان وتقول عندها الحاجة أنت عندك حاجة فلان اتمنىها حتى بس كل شخص يتميز بحاجة والمقارنات هي اللي تقتل نفسك أكيد لا تقتل نفسك مقارنة أحسنت والله كلام جميل لأنه فعلا تعرف النوافذ خلي الناس يقول لك ما هي نقاط القوة هذه هي موجودة عندي بيقول لك ترى عندك أمسكها ترى هي موجودة عند الناس وعز جزها فايز عليه السلام عالج تشتت الذهني وفكري تشتت الذهني تشتت الذهني يعني زي الله يسكيكم خمر الجنة والسامعين السلام خلنا حطه هنا سيف 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 التشتت وما أدراك ما التشتت التشتت عادة ما يأتي إلا في كثرة الأشغال الموجودة في حياتك خلاص وهذا الانحين اللي يتكلم عنها أنت جيت الانحين منصة بداية كلامي التشتت أنه أنا عندي أكثر من شغلة دائما يعني هذا الحل السريع السريع سريع السريع دائما شوف تلاقيك أنت مهموم بس ما تتدلو مهموم عشانه تقول أنا عندي عندي شغلة فلانية ولا شغلة فلانية وتحسن أنك قلبك ضائق بس ما تتدروا شي تتوي لذلك الآن جوالاتكم مي معاكم طبعا في الخارج أو ورقة على طول أي فكرة ما قلت لكم أربعة عشر ألف كلمة تدخل في داخلك في دواخلك وأنت ما تتدري عنها في اليوم الواحد أكتبها أكتبها مثلا والله أبغى تعلم إنجليزي أكتب خيش ليه؟ العقل ما يستوعب لازم يشوف لازم يناظر لازم شي يسموه لأنه جزء من شخصيتك اسمها الحسية البصرية لازم يشوف أكتب أنا أشسمه أود يا أخي أزور عمتي اللي موجودة في الطايف أكتب لا أكتبها الآن أكتب أكتب تشوفه كثيرة الآن قرأتها عملية التصنيف وأقسم بالله تنام نومة بعدها مريحة جدا لك ليه؟ منك حطيت نزلتها من عقلك الهدك اللي على رأسك نزلتها على الواقع وقرأتها ما أبغى تحلها لا تحل كتبها نزلها حليتها قرأتها ترتاح أصلها يعني خلها موجودة خلها قدامك يعني أعتب على كثير من الناس اللي يقول لي يا أخي أنا أستعدم ورق وقلم أنا ما أخطط لا ما في أسماء عشوائية الحياة هذه الحياة ما تبعها ليه أساص في الحياة طيب أوقف ح되ío للثم مقارنة أ asking يوني أسوأ شيء في الحياة المقارنة والتي أسوأ منها المساواة يجب أن تصوى بين شخص وأorang تظلم هذا بالمقارنة والتظلم هذا بالمساواة ومقارنة دائماً مقبرة المبدعين وايذب أن تقدم workout نقاط القوة عندي نقاط الضعف عند ذيصل نقاط القوة عند ذيصل نقاط الضعف عندي المقارنة غير صحية و المساواة برضو غير صحية لذلك ديننا الحنيف أمرنا أننا ما نسوي مساواة بين الناس العدل العدل أحسنت عطوني التعية و ليس المساواة العدل المرأة والرجل في بعضهم يقول لك لا يجب المساواة عطيني لا أنت عندك ظروف أنا عندي ظروف أنا عندي أشياء هي ما تقدر تصوم أنا أصوم هي مثلاً ممنوعة من أشياء بسبب عذر الشيء فبالتالي المطلوب منها إيش؟ العدل وليس المساواة ممتاز أحسنت طيب أسلم لكن في شيء يا أبوه فيها الأمر الأول هو كثر التفكير ولوم النفس على الشيء صار هذا واحد مع أن حتى لو صار مشكلة بيني بيني وبين سيف أنا أدري أنه عندي يقين أنه المخطي أنا شا أقول لا أنا المخطي عرفت أبري خطاء وخلي النوم مني أنا هذا واحد الاثنين على كلامك أنت قبل شئ لما تقول أن شخص لما صار موقف أو توفى ومن ذا كلام بعد عمر طويل إن شاء الله أنه سنتين سنتين ورح تنسى فيه شخص أنا عرفة فقدر شخصاً غري يمكن تقريباً 13 سنة إلى الحين ما ننسى يعلمني هو يعني يقول ما نسى لا الشكل من 13 سنة هو كان صغير يقول ما نسى لا الشكل لا الابتسامة لا الصوت لا الحركات لا المواقف حتى لدرجة أنه يقول لما قاعد الحالة صار يتخيل وكل شي يعني كأن ماذا كيف يوصل السبب لأنه هو قاعد يستجلب مو معناه لا أتذكرهم الرسول السلام قال إيش أمرنا أنه يعني أنا ما هناك معنى زيارة القبور ألف أزوره فأنا أتذكركم بالآخر فوق ذلك تدعي للشخص لكن بمعنى أنه الحياة توقفت والحياة كلها مع هذا الشخص لذلك فيه شيء اسمه التعلق فيه ناس يحسنوا أن التعلق بس فقط مع أني أنا مثلا شخص معين أني أتعلق فيه والتعلق هذا قد يكون خطأ سبحان الله التعلق ما تقدر سيطر عليها أبدا التعلق قد يكون معايش فيه أنا أعرف لك شخص متعلق بناقته أقسم بالله يا ماتت والله والله جمعة الخير عنده تعب وبكاء عالي فالتعلق ملازم التعلق بالأماكن فيه ناس ما يقدر يطلع من ديرته ينطلع يحسن بقتله فالتعلق ملعشان للأشخاص قد يكون شخصية تقريبا هي تكون مربيتها طبيعي جدا قد يكون أقرب الناس لك لكن هنا القوة أنك تجتاز لا تحاول أنك تستذكر في كل وقت الحياة الحياة جميلة لازم يعرف أنه فيه طبعا هي يبغالها يعني دراسة أنه أنه مراحل الحياة وهذا شيء طبيعي جدا زي ما أنا أكل أشرب أتزوج أروح هذه مرحلة من مراحل الحياة لابد أن الفقد كل ما يفقد لازم يعرف هذا الشيء بس هو قاعد يستجلب هو قاعد يشوي يسمونه حل المشكلة أنت بتحل المشكلة في الدائرة تذكرون الدوامة هو شيء يسوي حلنا نقول ايوالله الله يرحمهم درشلون أنا ما طلعت المشكلة شيلة طلع من الدوامة طلع هنا خلاص مرحلة أنه يدخل إلى أمراض نفسية مرة مرة يعني مزمنة اي فمو معناها أنه تقديري لحبي لهذا الشخص زوجتي أو أبنائي واللي مات هذا أنه هذا حب أني أنا لا أقدر أتجاوز لا بالعكس من حبك لهم أنك تتجاوز وأنك تخرج من هذه الدائرة تعلق تعلق ازاي لا تعلق شتى نواعي يفقد كلادة الشيء يتعلق بل إذا يعني كان هناك النضج والاستيعاب ستكره هذا التعلق قل كيف لأنه لا تدري عن سكناتك وروحاتك تجيب متعلق مثلا بمكان بشخص مع أنه تقول يعني ما فيه أي شيء خلينا نتعلق فيه بس بحال الله أنا ما أقدر لا ترجع يعني ما أقول ضحكة شيء ما تقدر أي شخص عقلاني ما يتعلق كيف قل برة ثانية أي شخص عقلاني ما يتعلق التعلق شوف علشان تخرج من هذا التعلق لا بد أنك تؤمن أنه هذا الشخص يوما ما سيرحل إذا كان نتفكر بعقلك إيه لأنه ما يتعلق يقول لي ما أدري أنا ما تعلق لا أقول على طول تفتح الجوال وتنظر في الواتساب في المكالمات اللي يكفيين وبين يقول إيه قل خلاص طيب نأذن نأذن ما هنا يأذن يا جماعة ونرجع خلاص أذنوا عندي دقيقة طيب ما فهمتكم طيب أوكي أذنوا أذنوا ونرجع الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 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 اشتركوا في القناة لكن سبحان الله بس لا شوف حاليا حب أكيد صار شيء لأمي بوي أنا بأشاس ببنهار لكن أنا أقول ليش نواصل مرحلة للتعلق حتى لا تنتكس حالتك بعد ذهابه أي شخص في هذا الحياة شوف بعض الناس ترى في ناس تتعلق بإلا يكرونكم بحيواناته تنوس الطقطق على اللي فقدت إلا يكرونكم كلبها ولا قطوتها ولا ذا متعلقة ما هي حابة متعلقة يقول يا أخي تمثل لا لا لأن شافت سعادتها هنا رابط السعادة في هذا الشي أيوه إن كان من تعلق مقطع كلامك زي ما ذكر أخي سيف ضعف ضعف لأنه أنا ألجأ إليك طيب أمي و أبوي يعتبر إضافة لي في حياتي خلاص لكن أنتبه من هذه الشعرة إن وصلت مرة حالة للتعلق أنا أعرف لك واحد من أخي أنا أخاف أنه يصير شيء الأمة والله صدقي صدقي يعني لأنه قلت هذا ما هو بر أقسم بالله ما هو بر هنا غلط هذا مجال مرضي إن كان من تعلق فالتعلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته يعني كان أنس رضي الله نقول لم يمر على المدينة يوم يعني مظلم قط مثل ما فقد النبي صلى الله عليه وسلم فقد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات فلذلك شوف الرسول السلام يعني على الطارق أنت مرة صلعتوني مخرج 17 جداً بس يلا كلام جميل جداً وهذا بحد ذاته نقاش ترى ملازم أن أنظر وأعطيكم نظريات بهذا حد ذاته أنا أكتفي التعامل مع البصري والسمع والحسي النبي صلى الله عليه وسلم أو في الجانب العاطفي المتعلق وش يسوي فيه هو متعلق هو عنده عاطفة جياشة فبتالي يجب أن أكلم بالمنطق والعقل زي بالضبط اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذن اللي بيزنها قبل أن يأذن النبي صلى الله عليه بالزنها إيش معناها خلينا أخذها بشكل علمي معناها أنه إيش معناه أنه حب وعشق هذه الفتاة بمعنى أنه يريد أن يدخل معه إذن الزنم أي فإيش من حب اللي بيسوله واحترامه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه بالعقل راح لإيش ما علمه ما كلمه بالعاطفة بالمنطق بالمنطق والعقل أترضاه 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 ثم طبطب على صدره ودعاله سبحان الله مع الجانب الثاني تعامل مع أحد البادي أعرابي أهل الأعراب وأهل البادي إيش أهل غلظة أهل غلظة وجفاوة فالرسل السلم ما طبطب عليه وقال لي يا حبيبي لا 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 ما دره ما زي ذاك لا ما رحب طبط أي كان لابس خاتم من ذهب جر رسول السلم ما سكه ونزعه في الأرض تعامل بنفس الضد إيش لأن فيه جفاء ما يتعامل إلا مع الجفاء حين مشكلتنا في التعامل يلا أهبد نسل نسلو أهل المثل كل شعر بالهميقاس ممكن أنا فيه تعامل مع الشخص هذا حسب ثقافته وفيه شخص ثاني مثلا ممكن أنا لما أتعامل معه بحنية يراها ضعف مثلا كالعراب عندهم غلظة نعم فما يفع ما تقول له يا حبيبي بكم الناقة هذه ما يفع على حسب الثقافة عطى بنفس الثقافة اللي عنده إيه لأنه بيسيطر عليك وهذه التعامل حسي سمعي بصري خلاص وزي ذكرت لكم أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير كهاتين أنه يو في الجنة اللي يدر على أنه شخصية بصرية فايز كنت تسألني ولا سألتني سألتني طيب خلينا أوقف كده سألتكم كثيرة الآن أبغى سيطر على سؤال فايز لأنه هو مقدمة كلامنا عندي تشتيت زمان زمان كان المدربين كنا ندرب حقيبة ومنهج نسمي إدارة الوقت هذا ولا زمانة اللي يدرب فيه الآن خذ راحتك اللي يدرب فيه الآن نقول له شخ بارك وين فما في شيء ما درت وقت لأنني استحالة أني أدير وقتي ليه تغير العالم زمان كان إيه زمان ما قبل الانترنت والتقنية الآن المطلوب مني إيش إدارة المهمات إيش الفرق بين إدارة الوقت وإدارة المهمات أبغي إجابة وحدة وإدارة المهمات إيش الفلقين الوقت عندك ربعية ساعة ما أطرح كلها طيب وإدارة المهمة المهمات أعلم وقت أحسنت أحسنت تحية زمان استحالة أني أجل قلك زهران يبغى قابلك من الساعة ثمانية الساعة تسعة هذه تصير في المدارس ليه لو عندهم منظومة وحدة فأنا عرف من الساعة سبعة أو من خمسة وربعة دقيقة لهذه بأدخل الفصل وبأطلع ليه في منظومة وفي جرس مدرس بس في الحياة بقابل واحد بجنو بالرياض ثم أنا بروح أقابل هنا استحالة طيب إيش معناها لو أسويت إدارة وقت تنتكس حالتي لأنني لا أستطيع سيطر على وقتي المطلوب مني إدارة المهمات إيش معنا خلال الأسبوع أنا عندي بزور عمتي مثلا في جنوب الرياض وثم بأروح الخوية التي في النسيم ثم بأروح مكتبة جيم هذه التي تبيع هذه الأشياء وبشتري منها أغراض أجدوال اليوم مو أجدوال اليوم كان بها ما أنجزتها أنت فشلت وبالتالي يتراجعها لا أخفف أنا لا أستطيع سيطر بشكل سريع من يأتي يكتبه أنا يكون هناك أبي أحد خطح سوي لي مربع خلاص شفت النافذة في المكرتون دي مربع 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 خلاص خذ راحتك يا سلام فعشان كذلك أنا أقول لك هي أدارة مهمات على حسب وقتك لكن المطلوب منك خناء الأسبوع هذا أنجزتها كان بها ما أنجزتها أنت فشلت لكن ما أقدر أقول والله من الساعة الفلانية يبقى أطلقي سيف من الساعة الفلانية ما أقدر بينها صلوات وبينها طلعات ومواتر وسيارة وزحمة ما أقدر فتمتكس الحالة طيب أستاذ أحمد ما عليش خلاص شل المستطيل الأخير المستطيل الأخير هذا أيوه خلها أربع مربعات ما رأيك أستاذ أحمد يجعل مثلا خطة خمسية يعني حقة خمس سنوات أهداف ويركز فيها لذلك أنا أتكلم عن يومي وأسبوعي قبل السنوات لأنها مرحلة متراكبة السنة أنا بقولك خمس سنوات قل الله خمس سنوات زي السؤال اللي يجيك في الانترفيو وين تشوف نفسك خمس سنوات وهذا الأزاز أنا أقول لك وين تشوف نفسك خلال اليوم إلى الأسبوع أسست يا صاحب الكريزما القوة الشخصية هذا الشيء ستنجز إن شاء الله في الأسبوع ستنجز في الشهر ستنجز التراتبية أي وهي سلام عليك حسنا حسنا حط خط في النص خلاص هذه أختم فيها يا جماعة اكتب مهم وعاجل في المربع الأول مهم وعاجل في المقابل غير مهم وغير عاجل لا نفس المربع الأول اكتبه خلا 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 هنف نفس المربع مهم اكتب عاجل وعاجل طيب المربع من ثاني اكتب غير مهم وغير عاجل طيب باقي من مهم وعاجل ومهم مهم وعاجل وأو باقي غير غير مهم طيب عادي أعاد الأهمية غير عاجل غير مهم هذه erika عادل الأهمية غير 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 مهم وعاجل لا تركز مهم وعاجل غير مهم وعاجل الآن اكتب المربع الثالث مهم لكنه غير عاجل وغير مهم وغير عاجل كتبناه فوق طيب عادي موقتب مهم انا نعزم اليوم اكتب حلوة مهم غير عاجل غير عاجل لكن مهم طيب اقرب السبور عليكم هذه فائز كلنا رح ترتب وقتي وتركب او يعني تؤثر في تفكيري استخدمها في حياتك سم عشر دقائق ان شاء الله نختم سم طيب ركزوا معي عشان نختم فيها اي لكن هذا هذه شمعناها ها يا ويلة ابا اقول لكم عليها الان ركزوا معي مهم وعاجل اذا سمع انت تسوي الجدول هذا وانت بعدها وزع وزع اشيائك اللي تبيه شي مهم وعاجل يسمونه امرجنسي طوارئ مثلا افرض ان انا بغايش عندي اليوم بحضر زواج فايز الشمراني اليوم زواجة شهراني شهراني عفوا ابرا حضر زواجة جايب العينية وكلنا متجمعين وانا المنسق وواقفين عند خط مخرج 14 شي جاني اتصال بنتك مريضة يا احمد شهراني هذا يعتبر مهم وعاجل ممتاز ليش ارتبت الاولويات شفت هذا اولى من هذا تقديرا ان شاء الله يجي لي ان شاء الله في افراحك الثاني اللي يزعلون عليك غير مهم وغير عاجل عندي غير مهم وغير عاجل زي؟ زي بذلا اني بنطلع ان تمشى تمشية سوني بلوت شكلتنا في الوقت الحالي اني اشوف انه هذا مهم وعاجل ابديها على اشياء انا ابيها طيب مين يجيب لي هذه مهم لكنه غير عاجل حاجة مهمة لكن غير عاجلة العمرة مهمة لكنه غير عاجل حلو هذي واحد مابس العيد متاء من الان حلو مستشفى مهم عاجل مهم عاجل حسب وقته مهم لكنه غير عاجل مهم غير عاجل قال لي العمرة ماذا لدي انا اغراضة بداية رمضان يعني مهمة وغير عاجل احسنت من ضمنها اشياء مثلا انا عندي حاجة مهمة لكن غير عاجلة عندي بادخل دورة انكليزي بادخل نادي مهم لكنه غير عاجل الدوام الدوام مهم وعاجل ايه مهم وزهرتي وصخة داخل فيها في الشعي بلي مطع استودرش بس انهاي بتنغسل لكن غير عاجل مشكلتنا شفت كيف اني اروح اشوف انه هذا عاجل فتتشتت وتروح تسوي هذي هنا غير عاجل بغسل سيارتي غير عاجلة لكنها مهمة شفت كيف تتفريق طيب اذا قالك انه هذي مهمة وعاجلة ايش يسوي انجز اذا قالك غير مهم وغير عاجل اترك خلاص هنا انجز اترك اترك كلها في فضلة وقتك طيب مهم وغير عاجل دورة انكليزي بروح عمرا هذه مهارات الجديدة هذه اللي اكتسبها مهمة لكنها غير عاجلة اخذها الحين مثلا طريقة التواصل تحفظ قرآن تغير من ذاتك هنا ايش يسوي خطط خطط لها لانها تحتاج وهي مصدر الهامك وقوة كريزمتك الاخيرة لا مونفذ زي غسل السيارة زي مهمة لكنها غير عاجلة فوض اخوك خذ المفتاح ماني بفاضي فلان تقدر اتصل على تطبيق خلي يجي فضبط لانها تعتبر تقعد في العقل تشغلك اه الراعي حقنا هنا 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 هذا التفويل سم فيه شيء ما تقول لي خاص بكل ما تقول عيشة سوريا احد اللي عيشة مثلا غير عاجل لكنها مهم ان يجي لا مهمة عاجل اذا عازمك على العشة عاجل ومهم ما لم يأتي شيء اقوى منه فرضا جاك اتصال غير عاجل ولكن مهم غير عاجل مهم اذا هو اعطاك وقت قال لك العشب في اليوم الفناني اذا هو اعطاك وقت مفتوح لا دخله في جدولك يمديني ما يمديني والله بكرا انا عندي ارتباط هذه مو بدء وقتك هذا تشتتك اللي قاعدة تقول عليها اني انا وش يسوي انا مدر ايش حطه هنا اقسم بالطالع فيها قلت لك تنام نومة انا الجدول هذا كله عندي ومرتب فيها ولا سويت ولا واحدة منها انا من اليوم شوفت جناب ان شاء الله توانها طيب اختم اختم انها تكلمنا عن شي اسمه ايش كنت اتمناه انه في البداية لكن من يطلع يشارك ابغى مشاركة ما ابغى اقول انا طلبة صفقة الحشب هذا اللي يسمونا هذا اللي اتصال اللفظي هذا اللي اتصال اللفظي اللي هو الاتصال غير اللفظي انا بغاه تعرفون الامثال ومالامثال لكن الاصعب ان يشرح كلمة واحدة ابيك تشرحها خلال دقيقة واحدة الكلمة هذه تعرف هذه لا تتكلم شفائي بك لا تتحرك ابدا اوكي ولا بستبدلك عندك بالتايمر واحد اثنين ثلاثة اشرح له لا تتكلم سعدوه ما هو مثل كلمة خارق مادر سي رجل مهم السلطة عالم يفتح ملك كسر الحاجز الدون الكون العالم ثلاثين ثانية هنا في القناة خضاء رجل رجل برا 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 الخارج عشر ثواني الخارج مسلسل مكتوب ماسوم ماسوم الرياضي ماسوم الرياضي الله عليك مين اللي قال 200 نقطة 200 نقطة سجله اعداد مين اللي بيطلع 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 طيب عندك دقيقة وحدة ابيك تشرح هذه الجملة بس تحرك شفائك بطلعك بكون حازم دوا كورة الرياض مين اللي بيطلع دايرة الدماء جدة واجهة الرياض واجهة الرياض الدرعية ومتى النقطة ومتى النقطة مين اللي بعده عبدالله انت درعنت لا لا تعال تعال سرعة لا لا دعية كده هذه منطقة ايه صعب واحد اثنين ثلاثة يلا اكل مطعن حساء اكل نجومي تراثي شعبي المصمك اي نوع اكله جريش ندومي اه اعصوب احسنت 200 200 400 نقطة عندك ارفع صوتك يا استاذ فايز ما احسوب مين خمسين من اللي لا لا متين صعبة مره مره قراءة سهلة لكننا انت قدها واحد اثنين ثلاثة بسم الله المملكة منطقة كبيرة مطقة الرياض ربع الخالي منطقة الشمال المصمك لا تحرك المملكة الشعودية اطلع من المملكة هذه المملكة شرقية عمان مصر مصر سرعة اخر واحد عشر ثواني ليبيا المالدي جزر المالدي جزر القمر جزر القمر جزر فرسان بحرين جورجيا طيب دقيقة اذر بجعل لا اتكلم خلاص انتلوك لا اتكلم فايزة اتكلم لا لا اتكلم لا اتكلم طيب اذا قتلكم الدولة فرنسا بس يعطيك العافية اقسم بالله اشتهاد قوي احسنت ارمز للرمزيات اخيرا تفضل سيف طيب اولا ابو عوات طيب طيب اسمحولي اعدا يلا 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 اللي بعد اللي بعد ايه عفري قاررا عطل القاررا ايه طيب تعرف اذا بسم الله واحد اثنين ثلاثة مسلسل اجنبي سعودي ابو عودي اقسم عاصو خليدي هل عاصو بعني بينك سعودي اقسم ابراهيم سعودي اه العواد لا اقسم موسيسل مسلسل قديم كوتي لا سعودي سعودي حالي 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 درب الزلق نا كوتي سعودي العولمة العولمة الكوتي لك هل اسم طعي جمز الأحمر ما اسمه؟ قلت لك معي حيالة 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 عشر ثواني درب الزلق طعش مطعش بيني وبينك طعش مطعش بيني وبينك إبراهيم لا تحرك شي فايك ترى بقى وقف اللعبة انت هالوقت معليش يكرلك بابا فرحان سيف بعدها الزهراني سيف سيف بعدها الزهراني ايش الوقت يلا اعادة ايه بابا مرحق بكله ايه عقبا عده هذا مش كله منكم بهم منها سراحنا اللي جاء جاء ابو محمد والله واحد اثنين ثلاثة منطقة حلو شخصية قلبي الله النية الصيان صلاة طمانينة راحة راحة شي لله شعب هنا لا تكلم وقف اللعبة شكرا شكرا احترامي وتقديري زهراني ما عليش طبعا ايه شخصية ابو بكر الصديق رضي الله عنه ارضا طيب اه 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 دقيقة اه 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 اخير 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 نختم فيها ناصر 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 اعرفت اه اه ايه ايه الله ما اتجبون ابو بكر صديق هكذا كيف اوص انا اقول كده عبي اذا اعقل كده هاذي معناها بي ايه صلاة اذا اقلوا لك ذي اقول لالله حلو واحد اثنين ثلاثة اخير اخير ابو طلال اخير اخير اختم بي بس اختم بي اختم بي بير لا امرأي القلب امرأي القلب امرأي امرأي القليب الديب في القليب عند عبدالواحد دقيقة فيصر قال انك التذيب في القليب لا كلمة القليب القليب عبدالواحد 200 200 ختاما شباب دقيقة شكرا اول شي على اتزامكم عد النقاط عشان عفوني عشان اوه انعداد بالراجع بالراجع الهواء بس انا ما ادري والله كم خضر ايه ايه وانا ميتين 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 عندك ميتين نحطة شاب عبدالواحد والعتيبي وعندك ميتين كل واحد ميتين ايه اربعمية وانت عندك ميتين احضر اربعمية اهلا انت غلط فايز غلط سيف طلع اخدت انت الاجابة وانت ميتين طيب شكرا لكم يعطيكم الفعافية بس اهم نصيح زي ما اكذكرتلك المر و خلاص نتاج خلوات الله يفضل اياك شكرا لكم شكرا لكم